بعد نصف قرن على موت بنيتو موسوليني ما يزال ألاف المؤيدين لأفكاره يقصدون مقبرة في بريدابيو شمال إيطاليا مع نهاية الحرب العالمية الثانية حاول موسوليني الفرار مع عاشقته كلاريتا بيتاتشي لكن الحلفاء ألقوا القبض عليهما قرب بحيرة كومو وقتل رميا بالرصاص ثم نقل جثمانهما إلى ميلانو فيلم وثائقي جديد يتناول قصة جثة موسوليني كمنطلق لتساؤل حول تاريخ إيطاليا بعنوان جثمان الدوتشي إنها قصة جسد موسوليني وليس قصة الفاشية أعني هو عن الفاشية وإيطاليا لكن ليس عن تاريخ الفاشية مع تسلسل الأحداث الفيلم عن جثمان الدكتاتور جساده حيا عندما كان موسوليني لا يزال على قيد الحياة والجسد كالجثمان بعد أن قتل وتم شنقه رأسا على عقب في بياتسال روليتو صور لبنيتو موسوليني من أرشيف معهد لوتشي الإيطالي التي تظهر كاريزما الدكتاتور وكيف تم إحاطة شخصيته بهالة من العظمة والقوة الجسدية والرجولة المخرج اختار التركيز على التنقض بين شخصية القائد على قيد الحياة والصور التي تظهره جثة مشوهة بعض الإيطاليين انتقد كيفية تعامل لورينتي مع المشاهد العنفة وهو اعتبر أن الإبقاء على حقيقة المشاهد تتطلبه الحيادية التاريخية صور الفيلم ربما هي بعض الشيء بشعة وعنيفة ولا يمكن للجميع مشاهدتها التقطتها الفرق الأمريكية من فرقة الإشارة والقوات الخاصة لتوثيق تحرير إيطاليا وهناك صور لم يسبق عرضها من قبل تظهر الجثة التي عثرت عليها قوات الشرطة وفي العام 46 عثرت الشرطة الإيطالية على الجثة وأودعتها في مخزن لصابون في ميلانو الجثة بقيت في هذا المكان طوال 12 عاما حيث تحللت وفي العام 57 تم تسلين بقايا الجثة إلى عائلة موسوليني التي دفنتها في مقبرة في بريدابيو مسقط رأسه بعض الإيطاليين وصف فيلم لورنتي بأنه فيلم رعب المخرج أكد أن خبرته في مجال أفلام الرعب ساعدته لتنفيذ الوثائق وهو يؤكد سعيه لإلقاء الضوء على الثقافة الفاشية والثقافة الإيطالية بوجه عام والتاريخ يشهد أن كل ديكتاتور يتحول إلى أسطورة حية في مخيلات مؤيديه مؤلداً بذلك بعض الحالات المثيرة للجدل وإيطاليا مثال على ذلك ترجمة نانسي قنقر